شهد المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية البرنامج الوطني لتعزيز الثقافة والهوية الوطنية بحضور مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتتركز الفعالية المقامة بالأوبرا المصرية حول التعريف بالهوية المصرية الحقيقية وكيفية نشر التفكير السليم المتفق مع الهوية المصرية من الركائز التي تسعى الدولة لتدعيمها تعزيز الثقافة والهوية الوطنية ومن هنا تأتي استضافة المجلس الأعلى للثقافة فعالية بتنظيم من التحالف الوطني للعمل الأهلي عبر مجلس الشباب المصري التنموي استهدفت التعريف بالهوية المصرية التحالف الوطني للعمل الأهلي والقائم بالعمل التطوعي والمؤمن بالعمل التطوعي وثقافة العمل التطوعي أننا ننشر هذا الوعي وهذه الثقافة وبالتالي نجد أن الشباب هم الموجودين في مختلف المبادرات ومختلف القطاعات تتركز الفعالية التي شهدت دار الأوبرا المصرية حول مواجهة سيطارة الثقافة الأجنبية وكيفية نشر التفكير السليم المتفق مع الهوية المصرية وتستهدف الشباب المصري والذي يمثل نحو 60% من تعدد السكان مجلس الشباب المصري يطلق النهاردة نسخة جديدة من البرنامج الوطني لتعزيز الثقافة والهوية الوطنية تحت مظلة التحالف الوطن للعمل الآية التنموي وبالشراكة مع لجلة الشباب بالمجلس أعلى للثقافة في إطار جهود الدولة المصرية لضمان وصول العدالة الثقافية وتمتع كافة مواطني الجمهورية الجديدة بالحق في الثقافة في ظل جمهورية جديدة كما تأتي لتأكيد على ضرورة تمكين الشباب والمساواة بين الجنسين وضرورة أيضا أن تكون هناك عدالة ثقافية بين مختلف الفئات المجتمعية وخلال ربوع الدولة بأكملها الدولة النهاردة بتركز على الإنسان بتركز على الشباب فإن شاء الله النهاردة بعد هذا اللقاء حنتلع ببرنامج برؤية الشباب لتوتين العدالة الثقافية في كل محافظات مصر يأتي هذا البرنامج امتدادا للتوجهات من القيادة السياسية بدرورة الاهتمام بالجوانب التثقيفية للشباب المصرية وتوعياته أكثر فأكثر بوطنه وتراثه الممتد عبر آلاف السنين